كما استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعى بقصر العلم العامر اليوم نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني الأسبق والوفد المرافق له والذي وصل إلى البلاد لتقديم التعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثرى وقد عرب ميقاتي خلال لقائه بجلالة السلطان المعظم عن خالص تعازيه وأصادق مواساته في الفقيد داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان من جانبه عبر جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعى عن خالص شكره وتقديره لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق والوفد المرافق له على تعازيهما الخالصة ومواساتهما الصادقة داعيا المولى القدير أن يجنبهم كل سوء ومكروه حضر مراسم العزاء بمعية جلالة السلطان المعظم أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة شكرا شكرا شكرا